موضوع ده له أسباب كتيرة لكن احنا هنتكلم على الأشهر مجالاً والأكثر منتشاراً أكتر حتتين بيحصل فيهم احتناس هو عند منطقة الرزخ هنا وفي الرقبة نادر قوي الكتف ونادر الكوع ونادر جداً أي حاجة أعلى من الرقبة يعني من المخ وكتبه اللي بيحصل أنه دايماً بنفكر ليه الاحتباس أو العصب بالشغال كويس الأكثر شيوعاً هو أن يبقى فيه ضغط على العصب على مستوى الرزخ والضغط ده بيظهر أساساً في موضعين موضع لما المفصل الرزخ يكون متني لفترة طويلة سواء في استخدام مشهور جداً مسكة الموبايل دلوقتي وإن كان مسكة الموبايل ممكن تبقى رقبة وممكن تبقى كوع برضو بس مسكة الموبايل لما البني أدم بينام ويصحى النوم بيخلي أطرفنا تورم سنة صغيرة لأنه فيش حركة في العضلات بالإضافة إلى أنه ممكن تبقى إيد متنية والواحد نايم وكلام زي كده وطبعاً مع انتشار الكمبيوترز واللابتوبس والناس بقعد عليهم فترات طويلة معظم الناس تبقى إيدهم مش علاقة على الكيبورد كده فترة طويلة أو على الماوس وده بيضغط الأعصاب هنا دول الأكثر شيوعاً ودول بنبقى بنحاول إن إحنا نحسن أول حاجة ناخد فيتامينات فيتامين بي أساساً سواء كان قراص أو حقاً ونشوف الوضع اللي بيحصل فيه الاحتباس ده نحاول نتجنبه زمان مثلاً أثناء النوم ممكن نلبس حاجة تخلي إيد مفرودة دعامة من الرزغ من اللي بيجابه من الأجزاخانة وكده وزمان كنوا بنقول للناس في عطل قصر العيني تحط إيدها ما بين كيس المخدة والمخدة علشان ما تتنيش قوي منهم أثناء النوم وفي نفس الوقت مثلاً قاعد على الكيبورد فيه مصاطر بتباع في المكتبات علشان بدل ما نأيدي تبقى متنية لفقاً على الكيبورد تبقى معدولة ودي من أكتر أسباب ألم الرزغة في العموم فندور على الوضع اللي بيتها بنحاول نبدع عنه ناخد فيتامين بي وفي أسباب أخرى للاحتباس منها في الستات أوقات الاضطرابات الهرمونية أواخر الحمل والرضاعة أواخر الحمل ومع أوائل الرضاعة وده في الغالب بيروح مع الوقت وبيتحسن ومنجيله برضو الفيتامينات والدعامة وكده وفي المرحلة ما حولت لخبطة الدورة أواخر الأربعينات أو الخمسينات وده مفروض أنه يتحسن لكن لما ييجي الاحتباس ده وما يستجيبش للعلاجات التحفظية دي كل اللي احنا قلناه دي العلاجات التحفظية اللي بنبدأ بيه اللي بنبدأ بيها اللي بنبدأ بيه